فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من راجح في جلد السباع هل يجوز استعماله إذا دبق وكذلك جلد الثعبان هدخل في الخلاف الذي ذكرته لكم كل الجلود تدخل في الخلاف الذي ذكرته لكم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله جلود السباع بالذات جاء النهي عنها جلود السباع بالذات لا يركب عليها ولا يجلس عليها ولا تستعمل نعم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله مرتبة على أبواب فقهية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة